شهد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللوعد الروس الزبيدي اللقاء التشاوري الثاني لوجهات مشايخ قبائل محافظة أبيان الذين عقدا بمدينة زنجبار عاصمة محافظة أبيان وذلك تحت شعار مع الاجتثات الإرهاب حيث شدد النائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن المعركة ضد الإرهاب هي معركة مصيرية ووجودية ولا تراجع فيها مؤكدا أن جميع أبناء الجنوب والأقليم والعالم إلى جانب أبناء أبيان حتى استئصال هذه الآفة الدقيلة على أبيان والمجتمع الجنوبي بشكل عام موشيدا بالدور النضالي والقيادي لأبناء محافظة أبيان في جميع المنعطفات والمراحل التي مرت بها دولة الجنوب كما أكد اللواء الزبيدي ثقته في أن يقول أبناء أبيان كلمة في هذه المرحلة المهمة وشهد اللقاء أيضا إلقاء كلمة لللجنة التنسيقية لللقاء التشاوري مشيرا إلى أن ذلك يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه المحافظ بأبنائها بالإضافة إلى عرض فيلم وثائقي بعنوان أبيان ضد الإرهاب والذي تضمن عرضا للجهود التي بذلتها قوات المسلحة الجنوبية لتطهير محافظة أبيان من العناصر الإرهابية وفي ختام اللقاء ألقى الشيخ ناصر محمد البيان الختامي لللقاء التشاوري والذي أكد فيه وقوف قبائل أبيان وجميع أبناء محافظتها إلى جانب القوات الجنوبية بالمعركة ضد الإرهاب كما تضمن البيان جملة من المطالب والتوصيات العاجلة لدعم مسار التنمية بمحافظة أبيان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة